بسم الله الرحمن الرحيم في شهر رمضان المبارك نسأل الله عز وجل أن يجعله شاهداً لنا لا علينا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يستعملنا فيما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه وأن يجعلنا من أهل الخير وأن يعيدنا من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر إنه على كل شيء قدير ثم إنني أتحدث إلى إخواني وأخواتي في موضوع أراه مهم بل هو أهم موضوع على الإطلاق أن يتنبه له المسلم وأن يحص عليه وأن يجاهد نفسه على تعلمه والعمل به ودعوة الناس إليه ونشره لأنه هو المقصود من وجود الإنسان في هذه الحياة فالله عز وجل إنما أوجدك أو أوجدك لأجل تحقيق هذا الأمر العظيم لأن النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة مدارها وقاعدتها هي أعمال القلوب والله سبحانه وتعالى إنما يريد من عباده صلح قلوبهم وتجردها وخلاصها من كل ما يشوبها وإخلاصها له سبحانه وتعالى وإذا صلحت أعمال القلوب صلحت أعمال البدن صلحت أعمال الجوالة ولابد من حصول أعمال الجوالة وبدون أعمال الجوالة لا يحقق المسلم مراد الله سبحانه وتعالى فلابد أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج وأن يذكر الله عز وجل بلسانه ويشير بأصبعه لعلامة التوحيد وأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في سائر أموره وهذه كلها من أعمال الجوالة ولكن هذه الأعمال التي تقوم بالجوالة لا بد أن تقوم على مقاصد وهي ما تسمى بأعمال القلوب فلابد من أعمال الجوالة سبحانه وتعالى فلابد من أعمال الجوالة 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 سوف حسناً سوف تحسسيح كصيراً سوف تحسسيح من النظاف السنة سوف تحسس لحن الانتولية سوف تحسس الى حن الانتوليه سوف تحسس الى حظات وصف حسناً then the actions of the body will become wholesome and righteous. And if the heart is corrupted, then the actions of the body and the limbs will become corrupted. This shows the importance of the greatest actions that must be rectified is the actions of the hearts. For when the Muslim does not execute what is obligatory upon him of remembrance, of following the Prophet, of doing whatever he may do from the actions of Islam that he's required, that the greatest action that he must execute and implement improperly is the action connected to the purpose. And that is the heart. Now, for fattu mashkura. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا ذلك للتابعين. وهكذا تناقله أهل العلم وأهل الإسلام من أهل السنة والجماعة أن كان أهم ما يهتمون به وأعظم ما يقامون به ويحرصون عليه أعمال القلوب فتجد منهم العناية البالغة والحرص التام يقول الحافظ إبن الرجل رحمه الله تعالى إن الإشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكتار من الصوم والصلاة مع غش القلوب وهذا يعني أن الإنسان إذا اشتغل في مراجعة قلبه والحرص على صلاح نيته وسلامة قصده ومحاسبة نفسه والاستمرار على هذا حتى يطر القلب بأن يكون مخلصا لله مخلصا لله نال بذلك القبول عند الله سبحانه وتعالى لأن مدار الأعمال على أن تكون خالصة لله موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فكونها خالصة يتم تحقيق كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام يتم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وهذا هو الركم الأول من أركان الإسلام وهو الذي تقوم عليه بقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وتقوم عليه سائل أعمال الإسلام من البر الصدقة والإحسان والأمر بالمعروف المهيع المنكر وبدل الخير للناس والنصح لهم ومساعدتهم ومعاونتهم فكما قال الحافظ بن رجب إن الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكتار من الصوم والصلاة مع غش القلوب يعني إذا كان هناك شخص رجل أو مرأة يبذل جهده في يعني يبذل جهده في تطهير قلبه ومراجعة أعماله وإصلاح مقصده وتجريد ما في قلبه لله سبحانه وتعالى ومراجعة ذلك ومراقبة قلبه وشخص آخر يكثر من الصوم والصلاة ويترك أشياء في قلبه فيها نوع من الغش يعني الأمور المختلطة في نفسه في قلبه ليس فيها من الإخلاص التام والترقي في مراتب التوحيد من التوكل والخشية والإنابة وغير ذلك فإن الأول أفضل يعني اشتغاله بإصلاح قلبه أفضل من الاستكتار والإنشغال بكثرة الصوم أو الصلاة المندوبة المسنونة مع بقاء الرش لكن إذا اجتمع في الإنسان صلاح القلب وكثرة الصوم والصلاة فهذا هو الغاية نعم وقد أفضل وقد أفضل وقد أفضل وقد أفضل this subject matter to their followers the tabi'een and this and this continued as they taught those who came after them up until the scholars of every generation taught this until our time today so there must exist a perfect complete diligence to strive to purify this objective this goal this great objective of why we've been placed on this earth of purifying our hearts for الله he says the shaykh quoting Ibn Rajab he said Ibn Rajab said keeping the heart or keeping busy purifying and cleansing the heart is more important than a person even fasting and performing and performing acts of other worship meaning to perform those other aspects of worship with treachery and deception being inside of the heart and cheating within the heart to their Lord being in their hearts that them being busy with this until the point their hearts become pure is more important than them being busy with a lot of worship but exist while performing that worship this deception and treachery within the heart that ruins the deeds so the individual as Ibn Rajab mentioned being busy with the heart of purifying it is more important than even fasting along with when fasting this treachery still lies in the heart and deception he says and that purifying of the heart is making the heart become sincere to Allah through this means of being sincere to Allah the servant obtains acceptance from Allah of whatever they present to their Lord for the Shaykh Hafizhu Hafizhu Allah then after saying that he went on to explain what is the action of the heart that must be constantly purified and focused on more than any of the deeds that is outside of the deeds of the heart and he says the purifying of the heart the actions of the heart is compassed around in circles around making the heart khalisan to be sincere to Allah and Allah alone and unadulterated being unadulterated for anything other than Allah and making sure the actions is in agreement with the sunnah for the heart the sunnah of the prophet salallahu alayhi wa sallam being in agreement with the sunnah of the prophet salallahu alayhi wa sallam he says this is what the purification constantly encircles around purifying that sincerity to Allah and making sure the actions is in agreement with the sunnah constant struggle with that he says this reality is illustrated in the testimony of testifying shahadat wa la ilaha illallah wa anna muhammada rasulah the testimony that there's no deity worthy of worship except Allah alone that testimony is the sincerity to Allah executing purifying the heart and understanding and actualizing that inside of it and making sure your deeds is in agreement with the sunnah of the prophet salallahu alayhi wa sallam it is congruent with the shahadati anna muhammada rasulullah the testifying that muhammad is the messenger of Allah salallahu alayhi wa sallam for the shaykh hafidhu Allah he says that all of the deeds and actions that we do the greatest of them is the purifying or the deeds of the heart whether that be your fasting whether that be other aspects of worship fasting giving charity praying doing many other aspects of obedience the greatest focus is the purification of the heart for one individual going reviewing and always investigating his heart making sure he's unadulterated with the purpose sincerity to Allah and agreement with the sunnah constantly reviewing the heart making it purified and being free of anything other than that purpose that person that person who does that is better than the person who does a lot of fasting who does a lot of aspects of worship while at the same time he has the treachery in his heart of being his deeds being done for other than Allah and the deeds not being in agreement with the sunnah of Muhammad so to increase the ibadah with the existence of being treacherous within the heart with the actions of the heart that we discuss here the one who investigate his heart with little worship is better than the one who has a lot of ibadah but he doesn't focus on the greatest worship which is the worship of the heart of being sincere to Allah so the first one is better than the second one who increases his fasting who increases his prayer along with the remaining of that treachery still existing in the heart now to fattu mashkuni yashir DO premium لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إلا من أتى الله بقلب سليم فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن تكون قلوب خالصة له سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يكون في قلب الإنسان في قلب المؤمن أو المؤمنة المسلم أو المسلمة أن يكون في قلبه شيء لغير الله هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة يكون المقصد فيها الله سبحانه وتعالى وغيره بل لا بد أن تكون خالصة لله عندما يقول الإنسان قولا أن يكون قصده لله عندما يترك الشيء يكون قصده لله فالله عز وجل يريد أن تكون القلوب خالصة له سالمة من كل معارض إلا من أتى الله بقلب سليم يقول بعض أهل العلم اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو هو مصر على ذنب أو غير متحقق بالإيمان فهذه كلها حجوب وموانع بعضها آكد من بعض فيجب على المسلم أن يعلم أن الناظر في آيات الله في القرآن العظيم والناظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المضحرة لا يفهم المعاني فهما سليما وصحيحا وتاما وفي قلبه مخالفة للسنة وهي البدعة أو في قلبه نوع من الغرور والتعالي والتكبر أو في نفسه هوى يميل إلى شيء لا لأجل ربه سبحانه وتعالى وإنما لأجل هواه تعصب لشيء ما أو ميل لشيء ما وليس لدين الله عز وجل هذا خطأ فإنه يمنعه من الفهم السليم أو يكون تعلق قلبه في الدنيا بأمور الدنيا ومتاعها ومالها وفتنتها ومناصبها فكل هذا مما يمنع الإنسان من الفهم السليم أو إذا كان مستمر على ذنب ولا يتوب منه ولا يستغفر ولا يرجع إلى ربه فالإصرار على الذنوب تسبب الحجب عن الفهم السليم والصحيح أو الغش للمسلمين في البيع والشراء أو التفريط بالأمانة إذا أتمنى على شيء لم يقم عليه أو المخادعة أو مقابلة الناس بوجهين حقيقته أمر وما يقابلهم عليه أمر آخر أو أكل الحرام أو غير ذلك من الأمور كل هذا يمنع الإنسان من الفهم السليم بحسب ما عنده من عدم سلامة قلبه كلما زاد هذا الغش وهذا الهوى وهذا الكبر وحب الدنيا والاستمرار على الذنب وغير ذلك من الأمور كلما زاد الحجاب الذي بينه وبين الفهم السليم كلما أبعد عن الفهم السليم وكلما أصلح قلبه وسار إلى صفاء قلبه وإخلاصه لله وخلوصه من كل ما يسوبه كلما كان فهمه أسلم نعم تفضل الشيخ حفظه الله He says Allah says in the Quran إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَنِيمٍ Except who comes to Allah with a sound safe heart meaning a heart that has anything in it that is for other than Allah Allah will not accept what comes from a person with a heart like this so every statement that is said the purpose has got to be for Allah every action that is done its purpose has to be for Allah and so the heart must be safe and sound from the errors or the wrongdoing of this quality of it having something other than for Allah وَتَعَالَ إِلْهِ He says the ulema have said إِعْلَم know that never can a person obtain the proper understanding of the the religion the Quran and the Sunnah while having in his heart arrogance or love of sins or being a person who's persistent upon disobedience for these things become a barrier and a hindrance between them and properly understanding the religion of Allah so the one who looks at the Quran and ponders and reflect over it and what's in it or the verses of the book of Allah or he listens and ponders and looks at the speech of the Prophet صلى الله عليه وسلم he will never have or she will never have the proper correct understanding in his while exist in his heart that which is in opposition to the Sunnah like innovation or some whims or desire that he inclines or she inclines towards or some blind following of some way or methodology or the heart being attached to the affairs of the dunyas was pushing you towards that thing that that person will be hindered from comprehending the religion of Allah properly because of not fixing that action of the heart that objective of his creation of being making his deeds sincerely for Allah for the one who is persistent upon a sin and doesn't repent from it that becomes also a barrier from having correct understanding or him having deception and cheating of the people or the individual having the quality of being two-faced meaning showing one face to one person to please them and then showing another face to another person to please them or that individual he eats from the haram he is nourished by the haram or other than that from the affairs the sins that are done all of that blocks from that individual having a sound correct understanding of the religion loving of the dunya and all of the likes of these actions distance a person from the sound understanding of the religion based upon the degree of how much that thing is in his heart so the more that is in his heart the more he will increase in having not giving having a proper understanding of what he reads in the book of Allah and the son of his messenger and the least amount of that in it will decrease the amount of not properly understanding and increasing and purifying and cleansing the heart and being occupied with that making sure it is purely yes these is sincerely for Allah your actions and agreement in the sunnah in your heart that the more that individual does that the greater they will be able to understand that which is that which he looks at of the Quran or the sunnah or religion of Islam نقل بعض أهل العلم في الكلام السابق ثم قال وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني أن الله سبحانه وتعالى صرف أو يصرف من يرتكب المعصية من الكبر على العباد بغير الحق يصرفه عن فهم عن فهم آياته وتدبرها ومعرفتها فهذه الآية تدل على الكلام السابق من أن الفهم ينقص ويضعف بحسب ما في قلب الإنسان من الخطأ والبدعة والهوى والذنوب والمعاصر سأصرف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فالله سبحانه وتعالى ينزع عنهم فهم القرآن كما قال سفيان سفيان بن عيينة رحمه الله أنزعوا عنهم فهم القرآن فعلى قدر صلاح قلوب الناس وسرائرهم وطهارة قلوبهم يكون فهمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى ويقول بعض أهل العلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطخرون لأن هذا إشارة إلى أن من طهر قلبه أو من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن وأن من تنجف قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما للقرآن لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله مسها إلا هؤلاء المضحرين فكذلك معاني القرآن فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يمكن من مس هذه الصحف التي كتب فيها كلام الله سبحانه وتعالى إلا الملائكة المطهرين فإن معاني هذا الكلام معاني كلام الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في القلوب الطاهرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم وفي هذا الشهر وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان فرصة للإنسان أن يراجع قلبه ويراجع تصرفاته وينقي قلبه ويبذل جهده في هذه المحطة الزمنية المهمة التي منى الله سبحانه وتعالى علينا بها وجعل في هذا الشهر فضائل وفرص يجب على المسلم أن يكون سعيدا في اقتناصها والاستفادة منها من الصيام والقيام وقراءة القرآن ومعاونة الأهل وتربية الأولاد والتدبر في ملكوت السماوات والأرض ومعرفة وتذكر وتدبر عظم الله سبحانه وتعالى من خلال النظر في مخلوقاته وعظم مخلوقاته وكثرة نعمه علينا فإن هذا فرصة كبيرة للمسلم وللمسلمة في هذا الشهر العظيم أن يراجع نفسه ويراجع أعماله ومقاصده وينظر إلى مبعث هذه الأعمال وأساسها ومنطلقها نعم تصدر ومنطلقها ومنطلقها that this means this is in the meaning of the statement of Allah سبحانه وتعالى when He mentions in Surah Al-A'raf سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله تعالى الله تعالى says I shall avert away from my verses again I shall avert away or turn away from my verses those those who are arrogant in the earth without a right to do so Al-A'ya the Shaykh says that the علماء they have said about this Ayah in relation to the meaning of this Ayah is relating to this subject that Allah تعالى will turn those individuals who doesn't purify their heart and have sins in their heart He will avert them away from understanding the verses of the Qur'an or understanding the Qur'an and Sufyan Al-Thawri what Sufyan had mentioned I'm not sure if he said Al-Thawri or Uyayna but I believe he said Sufyan Al-Thawri he said he mentioned meaning سَأَمْدِعْ عَنْهُمْ فَهْمَ الْكِتَابِ or فَهْمَ الْقُرْآنِ meaning he shall strip away from them the ability to properly understand the Qur'an or understand the book and the shaykh yeah it was Sufyan Ibu Uyayna he said that Allah Ta'ala will turn them away from this understanding of the book he will strip them because of their sins because of their disobedience because of the things that the shaykh had previously mentioned because of what is in their heart of lack of sincerity because of the deceptions that may be in their hearts and the treachery that they have for others and towards mankind that that individual if they do become arrogant individuals who reject the truth the arrogance is them rejecting the truth the arrogance is them looking down upon others that whoever has this sins this disobedience in their heart and don't purify that heart Allah Ta'ala leave it the treachery and the deception the innovation the misguidance in their heart the sins the persistency that they were upon of disobedience they leave these things present in their heart Allah Ta'ala is saying when the first person I shall avert them away from my verses meaning I shall remove from them the understanding of the book this is also similar to the other statement of Allah Ta'ala when he says that no one will touch it meaning the Quran no one will touch it except the purifier ulama have met have said in the explanation meaning will not be able to understand the Quran touch its understanding comprehend its meaning and live by it those who do not purify their hearts from disobedience those who doesn't cleanse their hearts from sins Allah will remove them from the ability to comprehend this book and live this book and this is the greatest of loss and no doubt brothers and sisters in Islam the month of Ramadan is the greatest of times for us to review our hearts for this month is a month of many virtues and opportunities of fasting of standing in prayer of cultivating our children pondering over the creation of Allah and the magnificence in his creation and see the magnificence of Allah through that being individuals who see the abundant of bounties who ponder over the abundant of bounties that Allah bestowed upon them or upon us this is the month that the individual must go to the source of what's pushing him to do his deeds and evaluate is it sincerely purely for Allah or not he says this is the month to strive hard to execute this busy ourselves which is matter now I'm tifatlu nashkoula ya sheikh and 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 الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد ثم استدل بقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يضهر قلوبه وقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغيب يتخذوه سبيلا نسأل الله السلامة العافية ثم يقول بعض أهل العلم فتطهر القلب من أدران المعاصي مما يحسن بالمسلم عند استقبال رمضان وهذا من أسباب المغفرة وأسباب القبول ونشاط القلب ونشاط الجوارح على الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة يقول الحافظ إبن الرجل رحمه الله تعالى أسباب المغفرة ثلاث أسباب المغفرة ثلاثة أحدها الدعاء فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة قال الله تعالى أدعوني أستجب لكم الثاني الاستغفار ولو عظمت الدنوب وبلغت في الكثرة عنان السماء الثالث التوحيد فهو أقوى أسباب المغفرة فالتوحيد هو السبب الأعظم فمن فقده فقد فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا كلام عظيم ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يقيد مثل هذه النقاط في مذكراته في جواله في هاتفه المحمول في جهاز الكمبيوتر في منزله يقيده في بعض المذكرات التي يكتبها والتي يراجعها بين كل وقت وآخر حتى يعود نفسه عليها فالدعاء والاستغفار مع التوحيد من أسباب المغفرة إذا كان الإنسان يدعو الله عز وجل اللهم أصلح قلبي اللهم أهدني اللهم اغفر لي اللهم أصلحني اللهم أحبني اللهم جنبني المعاصي اللهم وفقني للطاعة اللهم أصلح قلبي وجوارحي اللهم أصلح عمالي اللهم احفظني من كل ما تكرهه ووفقني لما تحبه اللهم أصلح زوجي وأصلح أولادي وأصلح عملي ورزقني الحلال واصرفني عن الحرام الدعاء يدعو الإنسان دائما بكل شيء كل شيء صغير وكبير يدعو الله عز وجل فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه والثاني الاستغفار كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد استغفر الله سبعين مرة الإنسان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل دنب وخطيئة استغفر الله الذي لا إله إلاه استغفر الله الحي القيوم وهكذا يستغفر الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يسامح وأن يعفو عنه مهما بلغت ذنوبه ومهما قلت في نظره والمسلم لا يقول إنه ذنوب قليلة بل يقول إنه ذنوب كثيرة ذنوب عظيمة ولو أن ذنوب ارتفعت فإنها أكبر من الجبال وانهدت علي لأهلكتني وهكذا المسلم والمؤمن يرى أن ذنوبه عظيمة وأما المنافق يرى ذنوبه كأنها دباب وقعت على أنفه ثم أشار بيده فطارت أما المؤمن فإنه يخاف من ذنوبه والأمر الثالث التوحيد وهذا هو الأساس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وكل نبي يأتي إلى قومه يأمرهم بماذا كما قال الله سبحانه وتعالى أعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم الشيخ حفيظه الله he went on to mention that this knowledge this tremendous and major affair which is the actions of the heart that one of the major scholars of Islam who have proper understanding and deep understanding of the religion and understand the objectives of the legislation of Islam and that scholar is Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala that he has mentioned in a statement that the heart that has entered that never will a person be able to obtain the true pure iman that is required when it has entered his heart envy rancor and evil actions and he said the heart that is not purified from these corruptive sins is the heart that will never have the ability to have that pure faith in Allah subhanahu wa ta'ala and the Shaykh he said that Ibn Taymiyyah rahimahullah he mentioned ayats from the Quran he mentioned three ayats one of the ayats that he mentioned was the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in a ayat he mentioned previously that we shall avert from our verses those who are arrogant in the earth without a right to do so and he mentioned other ayats that unfortunately escape me about purification of the heart verses that Allah but in its meaning Allah subhanahu wa ta'ala says he will destroy the individual who has not purified his heart he will destroy it and avert them away from the connection to their Lord and will avert them away from Iman and then after quoting that the Shaykh they went on to say that entering the month of Ramadan is the time is the month where with all of its virtues and all of its great qualities and distinctive attributes that this month is the month that the zeal should increase for the limbs and body parts of doing acts and good deeds and the strive to purify oneself from the things that has destroyed them before Ramadan that this month is the opportunity to renew the zeal to do these affairs and for that reason Hafid ibn al-Rajjah rahimahullah he mentioned that the causes of forgiveness are three he mentioned number one al-du'a he said number two is seeking forgiveness from Allah and number three is Tawheed learning how to sing go out Allah alone for worship he says Dua Allah subhanahu will make a supplication Allahu ta'ala says Udu'uni astajiba lakum call on me and I guarantee I will respond to you this is the guarantee that making Dua to Allah will bring about this affair seeking forgiveness from Allah that no matter how abundant the sins that we have even it reaches until the filling of the sky seeking forgiveness will wipe them away Tawheed singling out Allah alone is from the things that will cause forgiveness from Allah training oneself upon these three things will earn or the causes of obtaining forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala keep constantly fixing or striving to supplicate to Allah to call on Allah to ask Allah Oh Allah forgive me Oh Allah have mercy upon me Oh Allah love me Oh Allah I beg you to love me Oh Allah rectify for me my wife Oh Allah rectify for me my children Oh Allah increase me in worship Oh Allah purify my heart Oh Allah protect me from the hell fire making constant supplication to Allah on every single thing and in under every single situation Allah loves the servant who calls upon him Allah loves the servant who constantly supplicates to him likewise asking forgiveness from Allah for the messenger of Allah used to ask forgiveness from Allah more than 70 times in a day seeking forgiveness from Allah from your sins from every sin you commit asking Allah say Oh Allah forgive me Oh Allah pardon me Oh Allah forgive me for such and such a sin Oh Allah forgive me for this act Oh Allah constantly asking forgiveness from Allah pondering over your disobedience when asked on your sins when asking forgiveness from Allah to Barak Ta'ala also the Shaykh Hafizhullah he mentioned the believer never looks at himself as having only a few sins rather he says the opposite I have a lot of sins I have many sins so that he will strive to repent from those sins to turn to Allah and ask Allah to forgive them from those sins likewise the servant he strives his best to execute Tawheed to increase in his knowledge of Allahu Ta'ala how to sing out Allah alone for worship how to ask Allah how to sing out Allah alone his lordship how to sing out Allah alone in the aspects of Tawheed the understanding these things is from the means to obtain forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala so from there we say تفضل نشكور فالتوحيد هو الذي يجب على المسلم وعلى المسلم أن يعتني به أن يكون قوله مبني على التوحيد وأن يكون عمله مبني على التوحيد أن يكون القول والعمل قائم على التوحيد ما هي قاعدته القلب القلب ماذا يكون فيه لا يكون فيه إلا القصد لله عز وجل الإخلاص لله تجريد الأقوال والأعمال لله سبحانه وتعالى فلا يكون قصد المسلم والمسلمة إلا الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه الصحابة وعلمهم أن المسلم يأتي الشهوة شهوته المباحة فيكون له بذلك أجر يعني أن يأكل الأكل أن يشرب الشراب أن يستمتع في النظر للأشياء المباحة من الأشجار والأنهار والليل والنهار والسماوات والأرض والملكوت التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي ملكوت الله جل وعلا وملكه وخلقه وتدبيره وأن يستمتع بما أباح الله له بالنية الطيبة والنية الحسنة فيكتب الله سبحانه وتعالى له بذلك الأجر العظيم فقال الصحابة رضي الله عنهم عندما قيل عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن الإنسان يأتي شهوته مع زوجه فيكون له بذلك أجر انظر كيف التوحيد يجعل الشهوة المباحة التي يتوافق فيها الإنسان مع الحيوان مع الطير في هذه الشهوة الفطرية تتحول إلى أجر قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في حلال هذا ما يسمى بالقياس العكس أو كما قال عليه الصلاة والسلام في التوحيد أمره عظيم لا يقال أبدا بأن التوحيد في تربية النفس عليه له أحد يستمر الإنسان على ذلك إلى أن يموت ولا يقول أحد بأن تعلم التوحيد له أحد علم التوحيد علم التوحيد بحر لا ساحل له بل إن علوم الشريعة كلها قائمة عليه ولا يمكن أن يقول الإنسان بأن تعلم أعمال القلوب تعلم التوحيد له أحد أبدا ولأن أعمال القلوب هي الأهم والأعظم والأخطر والأكبر وهي أول الأمور المطلوبة وآخر الأمور المطلوبة ولإدراك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين في العلم والدين يدركون عظمها وأنها هي الأهم والأصعب والأخطر ولذلك يقول بعضهم ما قطع أعناق الصالحين يعني ما أثقل كاهلهم وأتعبهم وأهمهم مثل الخوف من عدم القبول نعم نعم الخوف من الأمور نعم 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 الله ركما شنال الشيخ حفيظه الله in this tremendous presentation he gave we want to add something that we left out in the last portion we translated and that is the sheikh was quoting from the great scholar the major scholar who was steep deep in understanding the religion and the objectives of the sharia who was one of the major علماء those who had an expounded understanding of the religion he said and that man is Ibn Taymiyyah Shaykh Ibn Taymiyyah رحمه الله again he repeated that a servant or believer will not have pure unadulterated Iman pure Iman when it has entered in his heart envy transgression and hatred and that he said never will the Iman be purified for that reason purifying the heart from the aduran from the filthiness of sins is obligatory Allah Ta'ala says because it hinders one's proper understanding of the religion he says Allah Ta'ala says and Ibn Taymiyyah quotes and Allah says لَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْلِ الْحَقِّ that I shall away from my verses those who are arrogant in the earth meaning rejecting the truth they reject the truth of the kitab and sunnah and that they look down upon the people as if they're better than them that's arrogance again Allah says we shall averred away from our verses those who are arrogant in the earth without a right to do so and that if they were to see any verse from the Quran so Allah is illustrating now how they don't how Allah averred them He said that if they want to see Allah says if they were to see any verse from the Quran they will not believe in it and if they were to see the path of guidance they will not seize that methodology they will not take on practice in that way and that methodology and if they were to see and was comprehended to see the path of misguidance they will take that as a path to follow and not the path that Allah has left and the sheikh when he said this brothers and sisters in Islam he began to make dua because no one hears these for type of verses and not feel affected and fear for their own selves that's the translator addition because the sheikh said that we ask Allah for safety and protection because none of us is exempt from that reality of Allah when we see the verses of the Quran that we don't believe in or we see the path of guidance and then we don't take it as a path or way of life to practice and if we see the path of misguidance we seize that and take on that as the path for us to follow yes that dua is deserving and we have to bring this point from the shaykh because that's tremendous and Allah clarifying how these individuals who are arrogant and have sins and have the things in their heart that is sinful and they don't purify their heart the most important action is the action of the heart the objective of the heart of keeping that heart purified keeping that heart upon purity of sincerity of your deeds being for Allah and your actions being a griever what he legislated that whoever don't strive for that this is going to be their result as this ayah is illustrated in surah to a'raf Allah subhanahu wa ta'ala the shaykh has mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala after saying though quoting that ayah he says after explaining the three things that are the causes of earning the forgiveness of Allah which was the first one was making dua constantly asking Allah showing Allah you need him two constantly seeking forgiveness after he explained those two he goes now more into the third category which is the third thing that are the causes of obtaining the forgiveness from Allah he says that the slave of Allah he keeps himself busy and concerned heavenly concerned with it with learning and understanding comprehending and executing what inculcates in that Tawheed and he does this by making sure his statements and his actions is based upon the Tawheed and what is the principle that that Tawheed must be based upon Tawheed is the heart he said the principle factor behind the Tawheed is the heart and making your purpose before Allah whatever you do and say unadulterated your obedience for Allah subhanahu wa ta'ala by making sure your intentions is wholesome he says for the messenger of Allah sallallahu alaihi was sallam brought notice and attention to his companions to go look at the creation go look at the magnificence of what Allah has created on the earth and that to look at the things that is permissible for them to look and do in islam fulfilling their desires in a permissible manner do all those particular things whatever you engage yourself into you do that sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala with a wholesome intent but if that person make his intentions wholesome in those things that is permissible for him to look at permissible him to fulfill his desires in that Allah will write for that person in doing that a reward just for doing that which he desired that he made permissible for him to desire he says one day the campaigner said to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallama abidari ahadina lahu ajal that one of us having intimacy sexual intercourse with their spouse any one of us having sexual intercourse with his wife he won't get a reward look for that he says look here how Islam has made this is the question the companion asked the prophet companions he says the shaykh look here how Allah made shahwah covening desiring the natural desire that natural innate desire that Allah put in all human beings that how you can take that desire and turn it into a reward from Allah subhanahu wa ta'ala and that is because the messenger answered the question by saying that if he had placed that private part in the haram meaning illegal sexual intercourse wouldn't he in the haram prohibit sexual intercourse for him is a sin for him is a sin hadith the shaykh says so this affair of the tawhid is brothers and sisters look what it can do to your deeds look what it can change what would normally be something that you desire and cover you can turn it into a good deed by making that action sincerely for Allah and make it be an agreement the way Allah and this message are for you to use that desire or look at that thing that permissible for you to look at you use it in the halal your intentions are purifying and you continue to stay upon this affair which all of your life and all of your actions and all of your intent until death do you part then you will have a reward for every single thing that you do if you purify that heart if you cleanse those actions and make cleanse that heart and purify them actions and be in agreement with the legislation of Islam which doing this brothers and sisters ain't something you learn briefly and you just you got it he says this is something that is an ocean the knowledge and the practice of that is an ocean that has no ending to it it has no limit to it it is forever you will do this you will learn it implement trying to purify your intentions a constant educational learning lesson in your life that the more you learn it the more sincere you become the more you learn to heed the more your actions you strive to make it an agreement with the Sunnah Muhammad this is the virtue of the tawhid is that it gives you this capability tawhid because of its blessing of giving you the constant growth of constantly improving your sincerity constantly improving your actions and purpose of your heart Islam has made tawhid become therefore the first of affairs and the last of affairs you concern yourself with it is a thing that requires you constantly to stay on top of your tawhid from the beginning within the interim of your life and at the end of your life this is required for the people of the past the scholars of Islam they had reached and comprehended the importance of tawhid and for that reason them having that understanding led them to what make them have the greatest fear that one can ever have and what is that fear having the fear of whatever you put forward of obedience that it may lack being accepted by Allah having that fear is what studying and understanding this religion will cause you to arrive that will be to you Allah that is said about this well and other arme that that look at the eyes people like fear from the God and that they are this when they said the Muslim the المعتني بأعمال القلوب عندما يتدبر القرآن وينظر إليه إلى الآيات ومعاني الآيات من خلال أعمال القلوب فإنه سيدرك معاني عظيمة ويفهم فهوما جليلة نبه إليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم من آئمة الإسلام ومن ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد شغلهم أثناء بنائهم للكعبة القبول وكان همهم في القبول مشغلا لهم عن عناء العمل وكثرة العمل ومشقة العمل ولهذا كانوا وهم يعملون يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم تقصيرهم فالله أمره ثم قاموا بالاستجابة لأمر الله وقاموا بتنفيذ ما أمرهم الله عز وجل من إقامة البيت وعمارته وبنائه على مراد الله سبحانه وتعالى فلم ينظروا إلى مشقة العمل والعناء فيه وإنما كانت قلوبهم منصرفة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يغفر تقصيرهم انظر كيف اهتموا وحرسوا على أعمال القلوب يقول الله سبحانه وتعالى عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا من المستغفرين ومن التوابين ومن المحسنين ومن من يبذلون جهدهم ووسعهم في مراقبة قلوبهم ومراجعة مقاصدهم ونياتهم وغاياتهم وأن يوفقنا للاستمرار في مراجعة هذه الأعمال والاهتمام بها وهي أعمال القلوب لأنها إذا صلحت كما قلنا في بداية هذا اللقاء المبارك إذا صلحت هذه القلوب إذا صلحت أعمال القلوب مقاصد القلوب الغاية من القول والعمل إذا صلح ذلك صلح ما قام عليه بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين من استعملهم الله سبحانه وتعالى في محابه ومراضيه ومراداته جل وعلا وأن يجعلنا من أهل القرآن نعم الله أكبر الشيخ حفيده الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أو the people of awareness have mentioned this issue of having fear of the lack of acceptance of one's deeds it's from the benefits or what it comes from strengthening one's tauheed and understanding he mentioned that many of the people of knowledge looked at this subject matter As the thing that breaks the vex of the righteous The fear of their deeds not being accepted by Allah And if one was to take himself and ponder Over the verses of the Quran Over the stories of the Quran Over what and reflect deeply into those verses He will find an abundancy of this Being mentioned in the book of Allah Of this issue of fearing the lack of the deeds being accepted He gives an example in the story Of what took place where Ibrahim Alayhi salatu was salam The messenger of Allah And his son Ismail The other messenger of Allah What took place when the two of them both came together To build the Kaaba He said here Allah tabarak wa ta'ala Had commanded the both of them To build the Kaaba And they responded to this command of their Lord And stood with this order of Allah tabarak wa ta'ala With the building of the house And here in spite of the severe and the difficulty Severe difficulty that came with this tremendous act Of building a house They began to make dua With the thing that concerned them the most And it wasn't the difficulty of building the house That didn't even cross that with their mind The shaykh says what they concerned themselves with While doing that Was calling on Allah To forgive them For the shortcomings In their deeds And fulfilling that responsibility to Allah Because they were concerned about The lack of acceptance of their action That Allah placed charge over them And not even notice The difficulty And the hardship that came with that act And so this is why the shaykh hafizhullah He quotes from the Qur'an The story In sholat al-Baqarah Where Allah ta'ala says وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْكَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Where Allah ta'ala says And remember When Ibrahim and Isma'il Had built Or raised And remember when Ibrahim and Isma'il Had erected The foundations of the house Meaning the Ka'bah Saying to Allah رَبَّنَا Oh our Lord Taqabbal minna We bade you to accept this from us إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Verily you are the all hearing And the all knowing رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الله تعالى says they went on to two of them Ibrahim and Ismail went on to continue in their supplication In the next verse Saying Oh our Lord Make us Muslims Submitters For you alone And from our offsprings Make us one submitting Muslim nation For you alone And show us our rights of Hajj And shower your repentance upon us For verily you are the one who constantly shower repentance And is most merciful So here the Shaykh Hafeel of Allah says This is what they focused on He says So When an individual Supplicates To Allah That this is what he asked Allah for This is what understanding Tawheed brings about Fear of the lack of your deeds accepted Being accepted Which leads to striving to constantly evaluate your deeds And that's what the Shaykh is indicating to him It leads you to the evaluating of your deeds And evaluating of the true acceptance of your deeds Your sincerity to Allah And that your deed being congruency to what's been legislated And with that the Shaykh End And begin to make dua for us That Allah make us of those who constantly seek his forgiveness Oh Ameen That Allah make us of those who constantly repent to him We Allah Ta'ala make us of those Who ask Allah to make them of those who do their deeds excellently He went to make dua that he asked Allah Subhanahu Wa Ta'ala To make us of those individuals that constantly evaluate their hearts He asked Allah Ta'ala to make our goal and purpose to be concerned with the actions of the heart And he went on to ask Allah Ta'ala to make us guides for those who are guided And make that from the people of the Qur'an And then He said Allah Subhanahu Wa Ta'ala to make us And He said Allah's في هذا الشهر العظيم في هذا الشهر المبارك في هذه الأيام التي سوف تذهب سريعا كما جاءت سريعا بعد رمضان الماضي نتذكر في رمضان الماضي كيف دخل علينا الشهر ثم خرج ومنذ خرج شهر رمضان وانتهى ثم أتى الحج ثم الآن نستقبل الرمضان الذي يليه كأنها لحظات فسيذهب هذا الشهر الكريم وسينقضي ولكن السعيد من أودع فيه الأعمال الصالحة والتي أعظمها أعمال القلوب تصحيح القلب عندما يتوضأ الإنسان يتوضأ تعبدا لله اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وطلبا لخروج الذنوب من جسده ونزاهة جسده ثم بعد الوضوء يقول الذكر المعروف الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء ثم يصلي ركعتين أو يذهب إلى مكان الصلاة التي تعود أن يصلي فيه في البيت أو يتجه إلى المكان الذي يصلي فيه جماعة في عموم الأوقات كل ذلك يفعله ويقوله قربة إلى الله سبحانه وتعالى طلبا للعبادة من الله سبحانه وتعالى طلبا للمغفرة من الله سبحانه وتعالى طلبا لعبادة الله جل وعلا والانكسار بين يديه والخضوع له والإنابة له والتقرب إليه والتزلف إليه يصلي تعظيما لله وانكسارا بين يديه وتذللا له وتعبدا له فيضع أنفه في الأرض ويضع أشرف ما في جسده وهو أنفه وجبينه وينكسر بين يدي الله ويسجد بين يديه سبحانه وتعالى ويركع ويقف واطفا خاشعا كل هذه عبادة لله سبحانه وتعالى فالخشور عبادة والخشية عبادة والإنابة عبادة والتوكل عبادة والرجاء عبادة والحلف عبادة والإعطاء والمنع والحب والبغض كل هذه عبادة لله سبحانه وتعالى إذا قصد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى أجر عليها إذا جعلها لغير الله كان في خطر من ذلك إما أن يكون شرك أكبر أو شرك أصغر بحسب مقصده فأعمال القلوب هي الأساس نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا وأن يحيينا ويميتنا ونحن على التوحيد مجتهدين في بدل ما نستطيع موفقين لصلاح قلوبنا ومراجعة مقاصد هذه القلوب وأعمال هذه القلوب والتفتيش فيها ومرقبتها ومراجعتها والحرص عليها حتى تكون دائما مستقيمة على مراد الله سبحانه وتعالى لأن هذه القلوب لها صوارف تنصرف يمينا ويسارا وتسرع إلى غير المقصود أو تتباطع عن المقصود نسأل الله عز وجل توفيق للجميع نعم الشيخ حفيظه الله يقول أني أعطي هو أن تكون دائما في هذا المنطقة وأن تتعلم أن هذا المنطقة سأتي 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 وأن تتعلم وأن تتعلم وأن تتعلم تطع Medه من أن تتعلم تسجح ما لمدة ومن Kasoth وعلا من رحمان سما هذا المنطقة م slaughter عادي ومن وعلى لم رمضان تجلب ٹ وعول ص Behind shutting ال٩هن الٓوهن عن هذا هاشالة رناها ا Long قو He says So My advice to my brothers and sisters is seek to remove of their sins and ask Allah to remove their sins form them When this month comes the individual goes in this month he goes He makes his wudu And when making the wudu He is removing the sins from his body And then he goes and pray his two raka'as In his home And he face In a direction Towards wherever he designated For a place Or he or she designated As a place of worship in their house And they embark upon this worship Taking it serious Taking advantage of this short period of time Because that month go fast Doing all of this as a means of nearness To Allah subhanahu wa ta'ala Seeking Allah's forgiveness And while performing that worship Having a feeling of defeat Feeling defeated before him Praying to Allah While magnifying Allah subhanahu wa ta'ala In your eyes And in your mind Prostrating to Allah Bowing to Allah With humbleness Prostrating before him And realizing the greatness of the one you're prostrating before It is magnificent Humbling yourself when making a rapport Bowing from him To him subhanahu wa ta'ala Making all of these actions sincerely for Allah In agreement with what he has legislated Know that your worship All aspects of it Be for Allah Your inada You're returning back to Allah You're repenting to Allah You're submitting to Allah You're reliance upon Allah You're hoping in Allah Would you spread by us for Allah Would you love for us for Allah And loving what he loves What you hate Is what Allah hates But now again What you love You love what Allah loves What you hate And despise Is what Allah hates and despise All of that is worship for Allah What you give for You give for what Allah Wants you to give for And all of that You do for Allah When you hinder from doing something You hinder from the things That Allah wants you to hinder And refrain from Doing that for Allah All of these are worship That is all done for Allah And then the shaykh went on to say I ask Allah for success Continuous success And forever constant success And I ask Allah That he makes us To be successful A continuous one Until the point That we strive for success And we strive for purifying of the heart We strive to fix the actions of the heart Until we become upright Until we become upright Because the heart The limbs will not be upright Without the heart being first upright So we strive With that great objective of the heart And make it for the sake of Allah Na'am tafattal As the mind The members The Muslims The Muslims As the Khalif The Muslims As the branes The ears The listener And the rome The mouth The body The jedem A coal The man إنما هي جنود وملك هذه الجنود ورئيسها هو القلب فإذا صلح هذا القاعد أصبح المقود صحيحا سليما وأما إذا فسد هذا القلب فسد ما ينتج عنه ويترجمه وهو الجوارح وأعمالها ولهذا الإنسان إذا أراد السعادة الحقيقية عليه أن يصلح قلبه وأن يسعى لصلاح قلبه لأنه يقوم عليه صلاح الجوارح فإذا رأيت عدم وجود السعادة عندك فأصلح قلبك إذا رأيت قلة البركة في وقتك أصلح قلبك إذا رأيت قلة البركة في مالك في زوجك في أولادك في عملك في أمورك أصلح قلبك هذا القلب كالحديقة إذا سقيتها بماء طيب وزرعت بها زرعا طيبا وكان بطريقة الصحيحة والوقت المناسب أثمرت ثمارا طيبة وإذا زرعت بها شيئا غير طيب حصدت منها أشياء غير طيبة فالقلب أنظه عظيم ومسؤولية الإنسان تجاه هذا القلب عظيمة جدا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا الأمر مبينة وعلم أصحابه رضي الله عنهم ورضاهم ورباهم على هذا الأمر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالمسلم والمسلمة يهتم بذلك لأنه الإنسان إذا عملت جوارحه والصيام والصلاة وقراءة القرآن لكن القلب فاسد ما تنفع هذه الأعمال ما الفرق بين المنافق وبين المسلم والمؤمن الفرق هو في القلب المنافق يعمل بل هو أحيانا يؤدي بنفسه إلى المهالك ليظهر للناس أنه شجاع أو أنه كريم أو أنه يبذل وهو يقصد غير الله سبحانه وتعالى فالقلب هو الذي عليه المدار وهو الأهم وهو الأخطر ويمتنع القلب كليا أو نسبيا عن الفهم السليم وعن الفقه وعن الإدراك بحسب ما فيه من الفساد نعم الشيخ حفيد الله أنه حفيدهم موسيقى 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 But if you mistreat that garden and you don't treat that garden with what it's supposed to have and water its seeds and take care of it like it's supposed to be taking care of then the opposite it won't produce no good fruits so the heart is like this in reality that if you busy yourself with the actions of your heart the rest of your deeds will become purified but if you leave off that heart and you busy yourself with doing these righteous deeds and these acts and the heart is corrupted then the deeds want to be corrupt truly the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم says verily truly there is in the body a morsel of flesh إذا صلحت صلحة الجسد كل that if that morsel of flesh is good and righteous then the rest of the body will be good and righteous وإذا فسدت and if it is that morsel of flesh is corrupted tainted evil فسد الجسد كل then the whole body will become corrupted and sick ألا وهي القلب and then the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said verily that is the heart that is the heart think about it brothers and sisters in Islam what is the difference between the munafiq and the mu'min the hypocrite in Islam who fake in Islam and the one who is a true practicer of Islam they both do deeds what is the difference but he said rather you may find that one who is a monafic may outdo the one who is a true practicer and believer in doing good deeds he may outdo him and do his deeds more deeds than him because he's striving his best to impress because he's not doing the hypocrite he's not doing his deeds to please Allah so because he got a particular order that he's trying to please he go far and beyond his means to out to impress those individuals or to whoever he's doing that deed for whereas the one who's a true believer he's only trying to please Allah so he may not do his deeds to that level as him but they both so they both are doing deeds who is the one that's better no doubt it's the one who's the believer because he focuses on the purification of the heart so and making sure his deeds is sincerely for Allah the actions of the heart and making sure that he strives that his deeds is in agreement with the sunnah that this individual who do that he is the better one he is the better one and so the shaykh hafizhu Allah he says this is the one this is what the believer must focus upon na'am ولهذا فإن النية تخرج من القلب والإيمان والصدق والإخلاص يخرج من القلب والنفاق والكذب والخداع والمراوغة تخرج من القلب وإذا أصلح الإنسان قلبه فإنه ينجح ويسلم وأما إذا لم يصلح قلبه فإنه يهلك نسأل الله السلامة والعافية تقول الله سبحانه وتعالى إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النها اليوم عليكم مسكين وغدوا إلى حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فلما كان في قلوبهم من الخير والصلاح وأيضا فيه من الفساد أخطأوا ولكن لما فيها من الصلاح أنابوا ورجعوا وقال أوسطهم لهم لو لا تسبحهم مع أن الصلاح موجود في قلوبهم لأنهم كلهم رجعوا إلى بعض صاروا يتلاومون فيما بينهم ويعاتل بعضهم بعضا أن وقعوا في هذا الخطأ لكن بعضهم أصلحوا قلبا من البعض الآخر والله أعلم أعلم الشيخ حفيظه الله he says for this reason it's about the intentions it's about sincerity or for this reason the intentions excuse me we can reiterate that he says for this reason one's intentions sincerity or intentions and sincerity and truthfulness these are actions of the heart it comes out from the heart likewise hypocrisy deception treachery backbying tail carrying sins also are actions that come from the heart these things are something that both come from the heart and it is incumbent that understand that purity of the heart is going to define the sincerity and the truthfulness of the heart coming out or the lack of checking the actions of the heart will lead to the hypocrisy of the heart the decepting and treachery and backbiting and evil sins lying in the heart because it's going to come out on the limbs that which is in the heart for this reason you find that Allah subhanahu wa ta'ala says in suratul qalam he says إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقَسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ Allah says verily we tested them and what Allah is talking about these were a group of people who had a beautiful garden and they hoarded their garden and wanted to keep it to themselves and not share and give none of this surplus and this extra to those who in need and be charitable rather they wanted to hoard what they had so Allah talks about that story in suratul qalam he says إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ verily we tested them كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ just like we tested the inhabitants of the garden the owners of the garden إِذْ أَقَسَمُوا since they had took an oath and swore لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ we shall go by night to our garden we shall go to our garden by the morning time real early and take its fruits and its benefits وَلَا يَسْتَثْنُونَ and they didn't say إن شاء الله فَطَافَ عَلَيْهَا they said this by night so فَطَافَ عَلَيْهَا تَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ a group or a party came upon this garden from your lord وَهُمْ نَا إِمُونَ destroyed it while they were sleeping destroyed that garden Allah sent forth for them to destroy it فَأَصْبَحَتْ كَسَّلِينَ so Allah تعالى says that that garden became something that was destroyed by night so when it had reached the morning they got up فَتَنَادَوا مُسْبِحِينَ they called out to each other early in the morning waking each other up saying to one another فَأَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُمْتُمْ صَالِمِينَ let's set out early to our garden our tilted garden our garden if we going to have the intentions to benefit from it فَانْتَلَقُوا so they set forth and went out happy rejoicing وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ while they were secretly whispering to each other saying أَلَّا يَدْخُرُّنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ that we will not allow any poor person to enter today upon you and take from this garden وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ and they went out in the morning with this intention thinking they fully capable and able فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا and when they saw that garden when they got to it they said إِنَّا لَضَالُونَ verily we are misguided بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ rather we are deprived قَالَ أَوْسَقُهُمْ and the most balance of them and the one who had I guess the best knowledge among them and had was the most balance of them he said أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ if only if only if only excuse me he said did I not say to you if only you glorified Allah instead of doing what you did so this person the shaykh says looks like he was the one that was righteous he was the one that wasn't on what they were on and he had said to them if only you had glorified Allah for what he has given you and so he said if only you had done it so they said قَالُوا سُبَحَانَ رَبِّنَا so they said glory to Allah and far from imperfection is our Lord إِنَّا كُنَّا الظَّالِمِينَ we are nothing more than oppressors they're in a state of regret they're returning back to Allah now because of their loss of their profits they said indeed we were the wrongdoers فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ and then they turned to each other blaming each other for what happened قَالُوا and then they began to say يَا وَيْلَنَا destroy the ween وَمَنْتَا أَسْ إِنَّا كُنَّا تَاغِينَ we're nothing more than a transgressing people we're nothing more than transgressors عَسَى رَبُّنَا إِنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ perhaps our Lord will exchange us with that which is better than that garden verily to our Lord we do desire now we want to return back we desire earning His contentment earning His pleasure earning His happiness with us and then Allah Ta'ala in the story was saying كَذَٰلِكَ الْعَذَابِ thus is how the punishment comes about وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ and know that the punishment of the hereafter is greater لو كانوا يعلمون if only they but knew and the Shaykh Hafizhullah after quoting that ayah he said so see here because of the corruption of their hearts and their intent and the corruption and lack of purifying it it led to punishment and just as the goodness of the heart and the righteousness of the heart will lead to success and this is a proof for this reality of the importance of the actions of the heart being purified and rectified by the believer and the ومن تدبر هذه الآيات من سورة القلم وما فيها من العظة والعبرة من أن أصحاب هذه الحديقة والبستان والمزرعة التي فيها من أنواع الثمار وكثرة الأشجار والمياه والمناظر البديعة وما فيها من الخيرات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتنبه ويعتبر ويتفكر ويتعب المسلم من خلال هذه القصة التي لم يعتدوا فيها على الفقراء والمساكين وإنما أظمروا في قلوبهم أنهم سيخطفون الثمار ويحصدونها دون علم الفقراء حتى لا يأتوا ثم يضطرون إلى إعطائهم فخرجوا خفية فدمر الله سبحانه وتعالى عليهم بستانهم وألهب أشجارهم كل هذا بسبب أنهم أضمروا هذا الأمر أضمروه لم ينفذوه وإنما سعوا إلى تنفيذه لكنه لم يقطفوا هذا الثمار ويضعوها في صناديقها يضعونها في مواضعها ويذهبون بها يخفونها لم يفعلوا ذلك سيفعلون فهم أضمروا فقط ومع ذلك دمرت عليهم ليتعبوا ويتأدبوا فهذا درس عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي حكمه الذي أودع فيه من المعاني العظيمة والعلوم العجيبة والمواعظ البليغة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا من المنشغلين به المتدبرين لآياته إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن لا يعاملنا بما نستحق وإنما يعاملنا برحمة وجود كرمه وأن يصلح فساد قلوبنا لننظر في هذا القرآن العظيم ونتدبره وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعله ربيع قلوبنا إنه على كل شيء قدير نعم الشيخ حبيث أبو الله قال أن يجعلنا من أن يجعلنا من هذا القرآن من هذه القرآن أو هذه القرآن من سورة القلب وأن المتعامل من هذا القرآن وأن هذا القرآن قمت بكل طريق من روح and beautiful trees and various forms of trees that Allah mentioned in the Qur'an and this garden having مناظر العظيم beautiful view viewing you look at it it was an astonishing viewing of this garden that which would amaze the onlooker this garden that possessed rivers that if one ponder the Muslim if he ponders and reflect over this story and take admonition he will find that they were a people who had possessed this garden and they had no intent of sharing that garden with the poor whether they wanted to hide all of these benefits and keep it take it early in the morning and benefit from it from them with themselves and leave with its benefits and share nothing with none of the poor and Allah تبارك و تعالى exposed this exposed them and mentioned this story and reminded us of it because this story never will cease the wisdoms that can be abstracted from it the more you reflect upon over it the more benefit you can take from it the more you use your brain to comprehend its tremendous admonitions the more admonition you will get will never cease its wisdom never cease its tremendousness so the shaykh حفظه الله he mentions this is why we ask Allah to make us of Ahlul Quran Ameen we ask Allah oh the battery died again we ask Allah subhanahu wa ta'ala yeah the battery died again we ask Allah to make us of Ahlul Quran from the people of the Quran those individuals who busy themselves with the book of Allah and we ask Allah to deal with us and treat us not what we deserve but with his mercy and his bounty and the shaykh stopped there the 1st question that's all Ameen The following The following Laway إلى زيادة صلاح قلبه وزيادة تطهيره وتنقيته وتخليصه من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى ينتقل إلى مرحلة أعلى من ذلك وهي أن يصفي قلبه مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى يعني من الأشياء التي ليست من المحرمات ولكنها من الأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى منذ الكثرة المباحات وأيضا أن يعتني بترك المحرمات التي هي من أمراض القلوب كالكذب والحسد والكبر والحقد والنفاق والقسوة والخبث والتلون والغدر والخيانة وغير ذلك من الصفات السيئة التي هي من أمراض القلوب فيصلح الإنسان نفسه من ذلك ويتعوذ بالله من هذه الصفات ويسعى دائما إلى ذلك حتى ينتقل إلى ما هو أعلى من ذلك فيجسنب المكرهات التي يكرمها الله سبحانه وتعالى لكنها ليست محرمة تحريما قطعيا أو ليست من كبائر الدنوب فيسعى إلى تخليص القلب من ذلك وحمايته وبهذا يتعلم الإنسان أن يترقى من تحقيق أصل التوحيد إلى تحقيق كمالات التوحيد فيحقق أصل الإخلاص ثم يبالغ في تحقيق الإخلاص ويحقق أصل التوكل ثم يسعى إلى تحقيق كمالات التوكل ويحقق أصل الإنابة والخشية والخشوع والخضوع والخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء له إلى الترقي في مراتب هذه الأنواع من أنواع العبادات إلى غير ذلك من السعي إلى معرفة ما يصلح القلب من الأعمال الصالحة أو من المقاصد الطيبة ومن تطهير القلب وإخلاصه إلى حجزه وحمايته عما يكون من أسباب مرضه وضعفه ثم الترقي في هذه المراتب وهذا سيظهر إنعكاسه على كثرة الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والعفو عن المخطئ من المسلمين والمسامحة والاجتهاد في الدعوة إلى دين الإسلام وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار ومن أعظم هذه الإنعكاسات أو النواتج التي تنتج عن القلب الصالح هو اهتمامه بالتوحيد اهتمامه بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى واهتمامه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع طريقته وطريقة أصحابه رضي الله عنهم التي هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يبتعد عن كل ما يعارض التوحيد إما أن يعارضه في الأصل أو أن يعارضه بالتبع يعني يكون مناقضا لأصل التوحيد أو يكون موقصا للتوحيد وأيضا يجتنب كل ما يكون معارضا لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وسبيله ومنهجه سواء كان هذا المعارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام معارضا لأصل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أو معارضا لكمال طريقته عليه الصلاة والسلام فيترقى الإنسان في ذلك والموفق السعيد هو من وفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق الإخلاص والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأما من يسعى دائما في التفتيش عن فلان وعن فلان وكيف فلان وما هو طريقته وما هو كذا وهو ليس من أهل العلم ويشغل نفسه عن تطهير قلبه بالانشغال بالخلق وينشغل عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن وتعلم العلم بالسؤال عن فلان وعن لا وش يكون كذا وماذا يكون كذا هذا من عدم التوفير نسأل الله عز وجل الهداية والصلاح والاستقامة وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يجعلنا ممن يستغلون هذا الشهر العظيم شهر الصدق والإخلاص شهر الصيام والقيام هذا الشهر العظيم الذي من توفيق الله للعبد وللأمة المسلمة أن يستغل هذا الشهر يستغل كل ساعة فيه وكل دقيقة وكل ثانية في صلاح قلبه وبعمل جوارحه ولا يفوت منه شيء وهو في السيارة وهو يمشي وهو مستغل على فراشه وهو جالس يذكر الله عز وجل لا إله إلا الله ويتدبر معناها لا إله نفي إلا الله إثبات ركنان النفي والإثبات ويتدبر معناه ويتدبر معناه كيف Brusقت وأغلقه رائعي و فكره صحيح 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 الإثارات بحيانة حيات طبيب الأضافة كنل أن تفرحون أجل أجل أن تفرحون أجل أن تفرحون عدفة تفرحون أجل أن تفرحون أجل كنل أن تفرحون أجل إنها تفرحون أجل من كل هذه الأجل And knowing how to do that Having knowledge of that Is how the heart becomes purified So you can implement it Also avoiding I mean doing these things All of this Is from a Tawheed And then the individual It leads him to Even to the point He moves on to another level of his Deen Which is the level of arriving at Leaving off some things That will be deemed as permissible Because of this doubt Because of what it possibly can lead to You become so You reach this level of your worship of Allah Where you begin to have the ability To avoid those things That is even permissible Fearing what it will do to that purity of the heart Or what it may lead to you Of doing to that purity Of what it may lead to Of harming that purity That you achieve of your heart Or purifying that sincerity In one's heart And that is then Once a person So that means the person He learns pure Tawheed And then once he learns that Tawheed And practices that Tawheed It reaches him to the next level Which is we call Mukemilat Tawheed The things that perfects his Tawheed And takes it to a higher level Or a person learns that Tawakul Places his reliance on Allah And once he master the fundamentals of that And live that It leads him to the next level Of the Mukemilat Tawakul The things that will perfect And complete his reliance on Allah Learning khushu'ah Humbleness Khubu'ah Humility From the things that will rectify the heart Doing then that person Once he do that It takes him now To levels of Doing more actions And more deeds Because now Those deeds and actions Will be linked to That heart being purified So those rewards for those deeds Are more And magnified Where he will do more fasting He will give more charity He will even give call to Allah Or play some part in calling to Allah Making dua Supplicating to Allah Remembrance of Allah That individual then Will have a lot of Istighfar Banging Allah's forgiveness And therefore You see this person now Becomes Heavily concerned With Signaling out Allah alone And all that he does Which is called The Tawheed And he will become Heavily embarked upon And concerned with his Al-Attiba' His following of the messenger of Allah Sallallahu alayhi wa sallamah He will then Not expose that Tawheed To what will Mar his belief in Allah What will Tarnish His singling out Allah alone He has knowledge And awareness of what that is So he avoided Likewise He protects himself In other words What's going to Tarnish His sincerity To Allah Likewise What will tarnish His following of the prophet Doing things That will be in opposition To him following the prophet Or that which will Harm Or be in opposition To the foundation Of the methodology Of the prophet The fundamental things In practicing The methodology Of the messenger Sallallahu alayhi wa sallamah Of his sunnah Then after that He moves on To other levels And this is how The life of the believer Will be Until he reaches death Increasing Increasing It upon More sincerity And more following Of the sunnah Because the heart Is submit And the limbs Follow what the heart Has achieved Because it's his king And his leader Which is the opposite Case of the individual Who does the opposite Which is He does temptation In sand He investigate The people He look at their faults He busy himself With what they're doing And what they shouldn't Be doing And abandoning Doing that to himself This person Who doesn't act like this Is a person Who has not been Granted tawfiq From Allah Success From Allah Subhanahu wa ta'ala So brothers and sisters In Islam This person He has been Removed from Allah's Aid and support And know that This month of Ramadan Is the month To strive for these things The month of truthfulness The month of earning Iman The month of mercy We should be taking Advantage Have Istighal 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 I mean Having Istighal Taking advantage Of this month In a short period of time To perfect these things To the point You see yourself Busying yourself With the worship of Allah When you're walking When you're sitting When you're doing Something With your time is free Or you're busy You're always busy yourself With the remembrance of Allah Like saying for example La ilaha illallah While saying it Pondering over its meaning That for example How it is a negation And an affirmation Negating the right of worship From anyone And only affirming it For Allah Subhanahu wa ta'ala Na'am tu fattah And that for example And that for example And that for example When you're saying Allahumma Salli Wasallim Ala' Arbdika Or Rasulika Nabiina Muhammad Ou Allahumma Salli Ala'ih Wasallim Teslim Ou غير ذلك Allahumma Salli Ala'ah Muhammad Wa'al'ah Muhammad الى آخر الصلاة الإبراهيمية وغير ذلك من الذكر والدعاء يتدبر يتأمل ويسأل Allah عز وجل أن يسلح قلبه ويسلح أولاده وهكذا يشغل نفسه بكثرة قراءة القرآن هذا الشهر العظيم شهر رمضان هو شهر القرآن كان السلف الصالح يوقفون دروسا دروس الحديث ونقل سنة النبي عليه الصلاة السلام يتوقفون حتى يتفرغوا لقراءة القرآن ويتدبرون القرآن ويتعلمون معاني القرآن ويتفهمون دلالات القرآن وذلك بصلاح قلوبهم ثم صلاح جوارحهم ما ينتج عن هذا القلب هذا الملك هذا القائد له جنود له نواتج له مخرجات مثل المكينة التي تصنع أو الفرن الذي يطبخ أو الشجر التي تنتج هذا القلب وهذا نتاجه نتاجه يكون باللسان وبالسمع وبالبصر وباليد وبالرجل وبالبطن هذه نواتجه إذا صلح الأساس صلح الناتج فأوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن نستغل هذا الشهر العظيم شهر رمضان هذا الشهر المبارك الذي فيه الرحمة وفيه المغفرة وفيه العتق من النار وفيه الصيام وفيه قيام الليل ولا يجعل الإنسان يتنبه لهذا وهذا من أهم أعمال القلوب لا يكون الإنسان يقوم يصلي لأن معه أناس يصلون ويصوم لأن معه أناس يصومون لا الأصل في الصلاة والصيام هي لله سبحانه وتعالى فينظر المؤمن والمؤمنة إلى أن الصيام لله عز وجل وليس لأن الناس يصومون ويصلي لأن الناس ويصلي ليس لأن الناس يصلون يصلي لله عز وجل فإذا كان في المسجد يصلي مثلا عشر ركعات أو عشرين ركعة أو أقل أو أكثر وإذا كان في البيت يصلي أقل لا يقول اللهم اجعل باطني خير من ظاهري ما يكون الظاهر يدل على شيء وفي الداخل أقل منه أو نسأل الله السلام والعافية يكون خراب يكون فيه من الفساد والظاهر يكون شيء جميل يدل على الإيمان أو يدل على مراتب عالية أنا أعوذ بالله من ذلك نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من فساد الباطن ويكثر المؤمن والمؤمنة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لك في صلاح قلبك إلا بالله ولا حول لك في صلاح عملك صلاح قولك صلاح صيامك إلا بالله عز وجل فهذا يجعلنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعتمد عليه ونلجأ إليه ونسعى أيضا مجتهدين في صلاح قلوبنا وصلاح رواهرنا وأن الإنسان يجتهد في صلاح ظاهره وفي صلاح باطنه يجتهد في صلاح الباطن ويجتهد في صلاح الظاهر وإذا اتقى الله الإنسان المسلم والمسلمة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه إذا علم منه الصدق فإن الله عز وجل يعينه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من الموفقين وأن يسلح قلوبنا إنه على كل شيء قدير نعم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إبراهيمية قلوبنا عز وجل من الموفقين his children, he busy himself with the Quran. For the companions of the Messenger of Allah during the month for Ramadan they would leave off and abandoned دروس الحديث lesson, classes given in relation to the hadith, and they would be busy themselves with the Quran. Because that was the thing that rectified their hearts This is something that is paramount That we do the same Because they knew the thing that will rectify the heart And the book of Allah عز و جل Is the thing that we must keep busy and occupy us with May Allah Ta'ala make us of the people who busy themselves with the Quran And reflecting over it and pondering over its meaning He said because that's the purifier He says this is why when a person rectified the foundation Then whatever produced from that foundation will be good Just like a tree If the foundation of a tree is wholesome, strong and taken care of Then it will produce an abundance of good strong fruits He says likewise If the foundation of the person which is his actions of his heart Which is the sincerity to Allah Subhanahu wa ta'ala That if he rectifies that That foundation His deeds being agreed with the sunnah of the messenger of Allah No doubt will produce from that Tremendous deeds and actions For that is the result So if the person rectified, if the foundation is rectified No doubt what will produce from it will be wholesome and good If wholesome and good is that foundation Then what produces from it will be wholesome and good So for that reason The month of Ramadan is the month that we take advantage Of purifying our hearts during this time And busying ourselves with those deeds of purification and rectification That which we do only for Allah ta'ala's sake So when he fasts He don't fast because the people is fasting He don't do it because the people He don't pray because the people is praying But he does that for Allah ta'ala And not for the sake of the people He fasts for Allah And not fast because they're fasting He prays to pray to Allah And not praying because they pray For this reason it is incumbent upon the believer That he busy himself in making much supplication to Allah For the rectification of himself Like for example he should say Oh Allah I beg of you to make my inner better than my outer Oh Allah I beg you to make what is hidden Better than what is in the apparent Because you'll find the individual He'll focus on his outer And his beautifying what he does And what's apparent was seen by others Perfecting that And when that Well at the same time That which is within him Inside of his heart The actions of the heart is corrupted And sickened And sick And he says Vice versa Some person will focus on what's on the inside And not pay attention to his deeds He said Both of this is wrong He said We ask Allah subhanahu wa ta'ala To give us safety From the corruption Of that which is inside Of that which is inside of us being corrupted And that which is on the outside being corrupted And he said That is important that you increase in saying the statement That there is no trying Nor any strength Except with Allah's permission That there is no trying And there is no strength Except with Allah's permission So Understand saying this Dwa Pondering over his meaning Reflecting of what It entails And then for Therefore Then strive To the best of one's ability To make sure You Rectify And fix What is Both Both things What is within What is hidden in the heart And what is apparent On the lens Not to be upon One without the other They go hand in hand I ask Allah subhanahu wa ta'ala To teach us Truthfulness And sincerity To him Barakallahu fiq Fa liyatafadlunashkorni Ya sheikh Yaqululullahu subhanahu wa ta'ala And البأس والضر لأجل أن يتضرعوا ثم يقول الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يعني والله أعلم أن كان من الخير لهم لو أنهم عندما جاءهم البأس تضرعوا دعوا الله وأظهروا له الفاقة والتوبة والسفار ولكن قست قلوبهم لماذا؟ لأن الشيطان زين لهم أعمالهم كما سيأتي أن بعض الناس يظن أن أعماله خير وهي مما يزينه الشيطان الله نسأل الله السلام والعافية يقول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني أنهم تمادوا واغتروا حتى نسوا ما ذكرهم الله عز وجل به وفتح عليهم أبواب كل شيء وفرحوا أن لا عندهم من النعيم ومن الخيرات ففرحوا بما أوتوا فأخذهم الله سبحانه وتعالى بغتة فجأة فإذا هم مبلسون يقول الله سبحانه وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فبين الله سبحانه وتعالى أنهم من القوم الظالمين فالحمد لله رب العالمين فالواجب على المؤمن أن ينظر إلى قلبه وأن يخاف أن يقع في مثل ذلك أفمن زين له سوء علم له فرآه حسن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن ويقول الله سبحانه وتعالى قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نسأل الله السلامة العالم فالإنسان يعمل ويجتهد ويظن أنه يحسن صنعا وهو على ضلال نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وإنني أنصح أخواني وأخواتي في مركز البصيرة الإسلامي هذا المركز المبارك على التعاون على البر والتقوى والبعد عن الانشغال بغير طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسولي صلى الله عليه وسلم واستغلال هذا الشهر المبارك بكثرة العبادة والنظر في القرآن وتدبره ودراسة معانيه فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين تخشع قلوبهم لذكرك وتتدبر ما أنزلت عليها من الحق ولا تجعلنا كالذين من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم اللهم لا تجعلنا من القاسية لقلوبهم ولا تجعلنا من الفاسقين يا رب العالمين وعلى المؤمن أن يسعى إلى ما يلين قلبه ويذهب فساد قلبه وقسوة قلبه وما يضر به في دنياه وآخرته وأن ينظر إلى التعاون على البر والتقوى ويسعى إلى ذلك ويجتهد في ذلك ويتأمل ذلك ولا يجعل للشيطان عليه طريق بحيث أنه ينظر إلى أخطاء إخوانه فينشغل بها ويترك ما أنعم الله عز وجل به عليه وعليهم من الخير ولا يتأمل ذلك نسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى وأن يجعلنا من ما يبذلون المعروف ويدخلون السرور على إخوانهم وممن يبحثون عن الفقراء والمساكين والأيتام والمعوزين ويتصدقون عليهم ويسعون لقضاء حوائدهم ويدعون إلى دينه ويحسنون إلى الناس إلى الخلق ويدعون إلى دين الله عز وجل بالأخلاق الطيبة وببيان حقيقة هذا الدين وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى نعم الشيخ حفيظه الله He says الله سبحانه وتعالى He says in the Qur'an وقد أرسلنا إلى أمام من قبلك فأخذناهم بالبأساء والدراء إذا علهم يتدراءون Allah says Verily we have sent to the nations Previous nations We have rarely we have sent to the previous nations Prophets and Messengers In other words Oh wherely we have sent to the previous nations Destructions And we seize them With بأساء With Catastrophes With دراء And harm Harmful things So that perhaps they may return humbling themselves to Allah فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا And if only had when come to them Our destruction They humbled themselves at the time it came ولكن But But Their hearts became hearted They didn't submit Their hearts became hearted in spite of that وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ And the shaytan made us Fair-seeming to them That which they used to do فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ And so when they had forgotten What they had been Admonished with فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَوَابَ كُلِّ شَيْطَانُ That we opened the doors of Every single thing in the dunya Good and bad حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا So that They can rejoice So that when they rejoice For what they have been given Thinking is goodness أَخَدْنَاهُمْ بَغْتَةً We seize them suddenly And destroy them فَإِذَا هُمْ مُبَرِسُونَ And then They are In utter loss And misunderstanding Or They are shocked In other shock And so the shaykh Hafizhullah After quoting that verse He says here Allah subhanahu wa ta'ala Is saying to us That After he brought to them Wretchedness and destruction And severe harm That Allah subhanahu wa ta'ala He mentioned That after bringing that to them He did it For what reason? So that perhaps They may repent So he brought the harm He brought the hardship So that they will see their errors And repent And humble themselves And return back to their Lord But unfortunately Allah ta'ala says فَلَوْلَا إِذْ جَاءُهُمْ بَأْسُنَا تَذَرْعُوا It didn't have that effect on them That if only when it did come to them Our destruction They humbled themselves Meaning they submitted But that didn't take place Rather the affair Of the destruction Or the punishment Or the hardship Or the harm that befell them Did nothing but increase them In hardening of their hearts And that is Because of what shaitan Made fair seeming to them What he adorned for them Of their evil actions As if it was something good Because that led to Allah Opening As Allah says We open up for them The doors of every single thing They got the best of the worldly life Good and bad So that they can rejoice from it With many sins With no goodness with themselves Thinking that they're being rewarded Upon their evil And that is not evil anymore And so Allah says So that he can seize them All of a sudden And they not realize It And so Allah He then said They were uprooted And was nothing left of them No traces of them As if they didn't even exist Because of what they had done wrongfully And all praise is due to Allah The Lord of all that which exists The shaykh says When one looks inside of his heart It is obligatory Excuse me The shaykh says It's obligatory that the believer Looks inside of his heart And sees and take account Of what's there Is it And what produces from it Is it for Allah Or is it for other than Allah Subhanahu wa ta'ala Because Shaytan can come And make seem fair seeming to them Their actions As Allah mentions Is the one Who's been made Adorning to him His evil actions Is this the one Who's upon what's right Or the statement of Allah Subhanahu wa ta'ala Have you not seen The most Utter loss In their actions And deeds Those Who do deeds And they believe That they are doing good And realize not May Allah Subhanahu wa ta'ala Rectify our hearts Ameen And then the shaykh Hafizhullah After saying that He went on to say Brothers It is incumbent That we have Mutual cooperation That you have Mutual cooperation Upon righteous acts And fearing Allah Subhanahu wa ta'ala And you have Mutual cooperation With one another To stop each other From sins And disobedience And so Busy yourself With righteous acts And standing away Staying away From sins And disobedience Busy yourself With abandoning Of your sins And increase yourself In much worship In this month Of Ramadan And look In the Quran And ponder Over its message Ponder over Its lessons Did not Allah Ta'ala say In the Quran Did Allah Ta'ala says أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِلِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلُوا فَطَالَ عَلَيْهِ مُلْ أَمَدُوا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Allah Ta'ala says It's not now the time for those who believe that their hearts become fearful for the remembrance of Allah and that which has descended of the truth and they must not be like those who've been given the book from before who had long false hopes upon them and their hearts became hardened as a result of that and many of them are those who have renegaded outside of the obedience of Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى and then the shaykh began to make dua اللهم جَعَلْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Oh Allah we beg you to make us of the true believers Oh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى we beg you not to make us of those who have corruption in their hearts Oh Allah we ask you not to make us of those those who shaytan has deceived them with their sins and we ask Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى not to make for us from shaytan those who go and mislead their brothers I ask Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى to rectify for us that which is between us and between the believers and that Allah fulfill the needs of the believers and we ask Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى and make us of those, make them of those who call to the deen of Islam and they call to the deen of Islam with beautiful character and with wisdom and like this the shaykh said تَفَقْدُ نَشْكُولَ ومما يوفق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى له العبد أن يوفق عبده وأمته إلى سلامة قلبه من الغل لإخوانه المسلمين فلا يكون في قلبه غلاً على أحد بل ويتجاوز ذلك ويترقى في مراتب صلاح قلبه تجاه إخوانه المسلمين بالدعاء لهم كما قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمِنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ فالمؤمن جهده ويسعى قدر ما يستطيع في كثرة الدعاء رَبِّغْفِرْ لِي ويدعو لإخوانه السابقين والحاضرين بأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يغفر له ويدعو الله عز وجل أن لا يكون في قلبه غِلًّا على أحد من المؤمنين إنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وإني أشكر مركز البصيرة الإسلامي وأدعو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يُبَارِكَ في جهود القائمين عليه وأن ينفع بهم وأن يُضاعف لهم الأجر والنثوبة وأن يُسخر لهم إخوانهم وأخواتهم ليتسابقوا معهم في الدعوة إلى دين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والتعاون على البرد والتقوى والاجتماع على الحق والهدى والتنافس في الخيرات والتسابق إليها وأن يُجنب المسلمين الخلاف والشقاق وكل ما يُفرح أعداء الدين عليهم وأُوصي نفسي وإخواني وأخواتي بحكمة والتأمل والتدبر والبعد عن الخلاف عندما يريد الإنسان أن يقول قولا أو يفعل فعلا يُنظر هذا القول وهذا الفعل هل سيؤدي إلى خلاف سيؤدي إلى الاختلاف يؤدي إلى التشاجر يؤدي إلى تفريق الكلمة فيترك هذا الأمر ويسعى إلى ما يكون فيه الإجتماع والتعاون والتمسك بحبل الله والبعد عن ما يكون فيه الشقاق يكون فيه ضعاف صف المسلمين ويحرص على اجتماع الكلمة التي تكون قائمة على التوحيد والسنة وحسن الظن بالمسلمين والصبر على خطأهم وزللهم والدعاء لهم ومناصحتهم وتكرار الصبر لهم وتكرار مناصحتهم وتكرار الدعاء لهم وهكذا حتى يصلحهم الله عز وجل ويصلحنا معهم جميعا ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في قيام الليل عندما يفتتح الصلاة اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فالمؤمن يقدم بين يدي الدعاء تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتكبيره وذكر أسمائه وصفاته وعظم خلقه وأنه الخالق لهذه المخلوقات العظيمة من الملائكة والسماوات والأرض ثم يدعو أن يهديه لمختلف فيه من الحق هو حق لكنه مختلف فيه نسأل الله عز وجل أن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم نسأل الله عز وجل أن يجعلني المتعاونين على البر والتقوى وإنني أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز في مقدمتهم الشيخ زاهد حفظه الله بقية الإخوة من المشايخ بقية الإخوة والأخوات الذين يتعاونون ويبدلون وسعهم في نشر دين الله عز وجل وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى صلى الله عليه وسلم مبارك العبدي ورسولي نبينا محمد مبارك العز وجل where Allah Ta'ala says in describing the believers that والذين جاءوا من بعدهم that those who come after the companions the generations that come after the companions يقولون they say رَبَّنَوْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا Oh our Lord forgive us and show forgiveness for us and for our brethren الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ those who have preceded us in faith وَلَا تَجْعَى فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا and oh Allah do not make in our hearts hatred for those who believe رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمَ Oh Allah oh our Lord indeed you are the kind the most kind and the most merciful the shaykh then said after quoting that he kind of made dua around that ayah where he began to say I ask Allah to grant us to forgive us and to grant us this removal of hatred for one another and he began to make dua to Allah Ta'ala that he place blessings upon those who establish the dawah in this effort here and may Allah Ta'ala make us and them of those who race and compete with one another in doing the good and establishing the dawah he make us of those who strive and compete with one another in all that which is good and I ask Allah Ta'ala to remove from us the harm of being pleasure and happiness and rejoice to the enemies of the Muslims through the Muslims giving them rejoice through the failure of the Muslims we ask Allah to save us from that and he went on to say we ask Allah to make us of those who call to the path of Allah and those who call to the path of Allah with wisdom and good admonition those individuals who repeat repetitively being patient with one another being patient in their dawah we ask Allah Ta'ala to make us of those who establish themselves the way the messenger of Allah established themselves and we ask Allah Ta'ala to make the believers of those who take on the qualities and attributes of what the messenger of Allah used to make dua for at night and asking Allah Ta'ala the originator of the heavens and the earth and the owner of the dominion that he does not he brings success in that which we differ in that Allah helps them and aid them in that which they differ in and make them patient with one another and the shaykh began to make many dua for the believer and asking Allah Ta'ala for our success in every area and our dawah and our worship and all that which we strive for that Allah puts a place in us the ability to strive for the good and help with one another and cooperate with one another in that which we're good هذا wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyya muhammada wa ala alihi wa sahbihi ajma'i wa salaamu alaikum aah aah اشتركوا في القناة